العروب معنى مدللة تتدلل على زوجها زوجها يدللها ويرى منها غاية اللذة يستانس بها هي تستانس به عروبا أترابا أتراب يعني شنو يعني أعمار الزوج والزوجة متقاربة مرجال عبر سبعين سنة يقضى بـ خمسطاعش سنة هو يتونس يوم يتتونس هذا مصري أتراب يعني عمرهم أعمارهم متقاربة كلهم سنة أولا بالجنة ترى أولاد رجال نسوان أبناء بنات الخمسة وسبعين معه أبدا أهل الجنة رجالهم ونساؤهم كلهم شباب شباب إن شاء الله باتر إذا دخلتم ما دخلنا الجنة على باب الجنة أقرش حمامات عين مي حسن شنون العين عجبان ننزل بالعين نسبة أو من شكل الدوش أو أشكل الكام يقولك تفضل أنت يا الشايد روح روح اغسل بالعين يطلع ابنة 18 سنة العجوز أيضا تسبح بهاي العين وهي العين بالدنيا الله سبحانه وتعالى جاب لنا نموذج نموذج تدرون المن على أيوب النبي أيوب النبي الذي قضى من العمر 74 سنة هو وزوجته بنت 70 سنة الله سبحانه وتعالى لما أخذ منه أملاكه أمواله كل الثروات اللي عنده البساتين والقصوب والبيوت والعبيد والمواشي والحلال كله صبر صبر بعدين اجي ابنس نفخ في جسمه جسمه من الداخل ومن الخارج كله صارت جراحات جراحات تحرقه صبر قيل سلع السنين وقيل اثناء السنة ما اعترض على الله ما قال إلهي ليش أن شنداً بلماذا ولماذا نتيجة لصبره الله سبحانه وتعالى قال له أركض برجلك دقرجك بالسخر ضرب رجل بالسخر هذا مغتسل بارد وشرار المغتسل البارد الله قال له أنت اسبح بالعين أنت وتوجتك السبحة وثليناتهم صاروا 18 سنة هو أبنى 18 هي أبنى 18 الله رد لهم الشباب أبناءهم السبعة لكان شيطان كتلهم الله أحيانهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم سبعة تانا فلما رده الشباب أبا سبحانه وتعالى أعطاهم بعد سبعة آخرين بعدين قلوا ذكرى لأولي الألباب يعني شنو آهل العقول مؤمنين ذكرى يعني أنت لما تدخل الجنة وإن تشايب ترجع شباب تدخل أيو كلمة ذكرى لا تنساه سمعني عينان عين يردك شابا وعين تشرب منه كل الآلام والأوجاع مثل ما فعل بأيو أيو شرب من هذه العين الثانية كل الجراحات اللي كانت داخل جسمه وخارج جسمه طافت هذه عين من الجنة الله فتح بالدنيا لأيوه وهذه العين إن شاء الله لكم جميعا رجال ونساء